أما كيف يعرف الشخص أن الله رضي عنه هذا له أسبابه وله علاماته فإذا كنت ترى من نفسك امتسالاً لأمر الله وإذا عرضت هذا القرآن على نفسك وجدت نفسك من فضل الله عليك ممتسلاً لأمره إذا كنت على سبيل المثال تحب الخير لأهل الإيمان تحب النفع لأهل الإيمان فأنت على خير ومقترب من الله سبحانه وتعالى مقترب من مرضاته أما إذا كنت ترى من نفسك بغضاً للمسلمين وتمنياً لزوال نعم عنهم فأنت على شر فاستغفر الله إذا كنت ترى لسانك ذاكراً لله حامداً وشاكراً مسبحاً مكبراً مهللاً فأنت على خير والحمد لله إن كنت ترى نفسك تخوض وتلعب وتله وتلغو وتكسر من اللغط واغتياب المسلمين والمسلمات فأنت بعيد عن مرضات ربك فأعرض نفسك على كتاب الله وانظر أين أنت منه هل أنت من أهل التوحيد الذين يعتقدون أن الله واحد لا شريك له وأنه لا يكشف الضر إلا هو ولا يجلب النفع إلا هو أم أنت من الوثنيين الذين يقولون للأموات مدد يا فلان أو مدد يا فلان أو الذين يعبدون شجراً أو حجراً معتقدين فيه جلب الخير ودفع الضر فأنت بصير بنفسك سلمنا الله وإياك